حقيقي أنا عارفة عشان كده أنا بسأل هذا السؤال اللي أنا عايزة أسأله السؤال هو إحنا بنتكلم عن الإرث فإذا كان الإرث هنا في الحجر قائم ومحافظين عليه فما بال بإرث الوجدان يعني ما ذكرتوه حضراتكم هو إرث وجدان يعني بتحكوا عنه بتقوله إحنا في زمن مختلف في زمن سوشيال ميديا زمن إنترنت زمن زكاء اصطناعي والدنيا مشغولة جداً وإنتوا مشغولين جداً إزاي هتقدروا تحافظوا على ده من خلال المؤسسة اللي حضرتك بتشرف برئاستها أولاً دعيني أقول أنه منذ ثورة 36 وبيرزيت هذا المكان بما فيه من مكانه احتضن مقر الجهاد المقدس وقادة ثورة 36 عبد القادر الحسيني رحمه الله بطل القسطل أقول لماذا 36 نوح إبراهيم الزجال الشعبي دبرها يا مستر بيل الذي كان يجلسه وهو أول شهيد عز الدين القسام في مجالس أثنوار منشداً ومؤكداً على مقولتهم كوزير إعلام لثورة 36 والذي استشهد وهو ابنه 27 عاماً وابندقيته في كتفه وقلقيا به في بئر بعد أن قصب الطائرات البريطانية والاستطلاع الصهيوني لذلك أقول رجوعاً بعد نكبة العام 48 الزجال والشاعر الشعبي هو الذي حفظ هذا الإرث كماء ثقيل وأبار جوفية في الوجدان الجماعي من أجل حفظ العداد والتقاليد والإرث والموروث الذي نواجه به هذا التوطم النووي والذي عبر سيال الزمن والتاريخ نحافظ على الرغم من محاولة تفسيخ المكان وتمزيكه وتقطيع أوصاله وبالتالي من خلال هذا العناق ما بين الكنيسة والمسجد هنا في هذا المكان الذي يتسع بقوة المعنى بهذه الحجارة القديمة بما يطلع منها من نبت بأنساغ خضراء هي قوة الحياة الفلسطينية وهي الخير العام لهذا الوجدان نحن نحافظ ونعض بقلوبنا على هذا الموروث كما نعض بقلوبنا على هذا التراب المقدس الذي هو بلاط للسماء وبالتالي نحن نحافظ عليه لأنه ماءنا الثقيل لأن هذا الاحتلال يريد تمرير رواية مفبركة ومزورة ومنقى عبر شكول زيوفه من أجل الإتيان على الوجدان الجماعي الذي يشكل الإرث والموروث والزجر الشعب والعداد والتقاليد والأغاني وزفات الأرس تخيلي في المستوطنات يدربون الدبكة الفلسطينية يستولون على الحطة الفلسطينية يسركون شجرة الزيتون ويقطعونها نحن هذه الشجرة المباركة وبالتالي عندما تحضن الأم هناك صورة لأم فلسطينية قطعوا شجرة الزيتون في حقولها لأنها تشعر أنها هي الشجرة الغرباء يقطعون هذه الشجرة لأنه لا علاقة لهم بالمكان وانتحكي عن الحمل الملقى على عاتق الشاعر الشعبي في كل جوانب الحياة الفلسطينية لأن هناك خصوصية للحياة الفلسطينية الشاعر الشعبي مشروع ثقافي، تربوي، توعوي يشكل رأي عام ويقوده ويوجهه بالاتجاه الذي يريد هذا ما يفعله الشاعر الشعبي أنت أسأل الأستاذ بلال لأي مدى ممكن اليوم في ظلة أشارة شافكي أنه نحن في عصر الإنترنت والسوشيل ميديا وهذا شغل قبل شوي كانت تحكيلي في سبعين مليون مصري بتابعوا السوشيل ميديا كوسيلة اتصال بالنسبة له هذا يومه هذا شغله الشاغل لأي مدى ممكن إحنا الشاعر الشعبي أن يقوم سلوك ما أو أن يكون له رسالة وهدف كان في ذلك أنا أحكي عن الجيل الشاب أستاذ بلال نعم طبعاً هو رسالة توعوية ضرورية جداً عبر الشاعر الشعبي حتى لو اختلفت التضاريس حتى لو اختلفت المناخات حتى لو اختلفت الحضارات والإبداعات والاختراعات راح بظل التراث هو تراث لكنك توجد رجل يوصل الرسالة الداخلية في كافة المناحي وأنا بشوف أن الشاعر الشعبي هو أحد الوسائل الوسائل الملحة والذات الاهتمام واللي عليها العين أنك توصل رسالة تراث الشعب ونظل محافظين على تراثنا الأخت شافكي والأخ مراد والأخ أكرم وأنت حتى جبت سيرت أنه موضوع التراث والعقود القديمي والأحجار القديمي هذه هي الشعر الشعبي مع هذا الحجار هو روح واحد هو روح واحد بس اسمح لأضيف الكلام اللي حكيته أستاذ خالد وأختنا شافكي أنه لما حكيت لكم بالمواكبة وما سمعتم كيف يحافظ في عصر سوشال ميديا كيف لاحق هذا التراث بالمواكبة كيف؟ يعني مثلاً إحنا من الناس اللي غنينا عن المحراث وعن التراث وعن الحجر وعن دل والماء اللي كان من والعقد والبيت والسرط والرق والكذا أدوات حتى أدوات الزراعة التراثية غنينا عن غنينا عن مناكفات أخرى في حواراتنا غنينا عن الفلاحة والمدنية غنينا عن القرية والدين غنينا عن كذا سمرة وبيضة وكذا هذا كله لون كذا اليوم في زمان السوشال ميديا غنينا عن الحاضر والماضر والماضي غنينا عن السيارات بعض الحوارات غنينا اللي راكب سيارة سوبار واللي راكب سيارة كذا هذا مش حداثي اللي هو متبعت الحداثة يعني تعليقاً على الحداثة يعني غنينا عن ذكاء الاصطناع أنا ذكي اليوم بالشطرة وإحنا منغنيها بلال ما قلت لك إنه خايف يجينا يوم نستورد حد دائم نصين شعي شكراً لكم